وليس من شرط التوبة كما قال بعض أهل العلم أن يكون سبقها ذنب ممكن إنسان يتوب إلى الله ولم يذنب ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحسب له في اليوم أكثر من مئة مرة يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي قد يتوب الإنسان الآن توبة نصوحا لله تبارك وتعثم ويقول اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي وما أمداه يتوب فليس من لازم التوبة أن يكون سبقها ذنب ممكن إنسان يتوب إلى الله تبارك وتقربا إلى الله تبارك وتعالى استغفرك ويتوب إليك ذكر استغفر الله ويتوب إليه